هنا بتقول إن هيك بتقرأ القرآن الكريم دون غير ما تحط طرحة على شعرها أثناء التلاوة في الست الولدة اللي تلاها أنت إزاي بتقرأ القرآن كده هو نبقى فاهمين القاعدة ونفهم هيئات الكمال والإنسان على قدر طاقتي واستعداد هو لا يشترط ستر الشعر أثناء تلاوة وقراءة القرآن الكريم لكن ستر الشعر ده من الهيئة الكاملة والمستحبات زي الإنسان يتوجه إلى القبلة يكون لابس يكون مستتر وهكذا أنت ممكن تعملي حاجة أنت قاعدة في البيت فأمرك يميله إلى التخفيف أنا بحط الطرحة دي مش لازم بقى زي ما بحطها وأنا خارج بس يعني إيه بنتهيأ لعبادة تلاوة القرآن الكريم بحط الساتر حتى لو أنا فتحة حتى لو أنا جايبها على جنب السبنوع من الأريحية لأنك في البيت فلكن إحنا بينا أنه لا يستلزم ولا يشترط لقراءة القرآن لكنه من هيئات الكمال والمستحبات يا أستاذ زينة ترجمة نانسي قنقر